مساء الخير عليكم جميعنا أصدقائي أحد أكبر عمليات التخريب بالقرن الحالي هي عمليات تخريب خطوط الغاز الروسية التي تزود ألمانيا بالغاز نورستريم واحد ونورستريم اثنين نورستريم واحد لمن لا يعلم كلف إنشاءه 7 مليار و 400 مليون يورو وهو ليس ملك روسيا فقط بل روسيا تمتلك فقط أو ما يعادل نسبة 51% من الخطوة شركة فينتاشال أو فينتاجال الألمانية تمتلك 15% وشركة أنجيل فرنسية 9% وغاز اوين الهولندية تمتلك 9% نورستريم واحد تم افتتاحه بعام 2015 وكان ينقل ما يصل إلى 170 مليون متر مكعب من الغاز يوميا وبالمقارنة مع الصفقة التي ستجريها ألمانيا مع قطر قطر ستسلم ألمانيا سنويا 2 مليون طن من الغاز المسال كل عام لمدة 15 عام يعني بالمجموع 30 مليون طن خلال 15 عام ما يميز نورستريم واحد أنه كان ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا بدون ما يمر بدول أوروبية أخرى مثل بولندا وأوكرانا وبيلاروسيا وبالتالي ما يحتاج إلى 25% زيادة على السعر كرسوم عبور تأخذ من كل دولة تمر بها هذه الأنابيب بالنسبة إلى نورستريم 2 الذي أيضا تم تفجيره بنهاية سبتمبر الماضي بعملية تخريب نفذتها حتى الآن دولة يعني غير معروفة كون من المستحيل أن يقوم جماعة أو جهة معينة أو عصابة بتخريب أو بهكذا عملية تخريب بشيء تحت سطح البحر بـ 80 متر فنورستريم 2 تم الانتهاء من العمل به بعام 2021 وكان به سعة نقل أكبر من السعة التي كان ينقلها نورستريم 1 طبعا طول نورستريم 2 هو 1230 كيلومتر ويمتد من أكبر حقول غاز روسية عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا وكلفة إنشاءها كانت 11 مليار دولار وأيضا لا يعود كلها إلى روسيا لأنها تمتلك أيضا 51% منها والباقي تمتلك شركات ألمانية وفرنسية وهولندية الخط مدمر بالكامل وكان من المفترض أن يضيف زيادة بالغاز المتدفق لأوروبا زيادة تمثل 25% أكثر من الغاز الداخل إلى أوروبا بشكل عام يعني الخط انتهى إنشاءه بنهاية فترة حكم أنجلا ميكل ولكن بضغوط سياسية أمريكية أوروبية لم يتم تشغيله أبدا ولو تم تشغيله كان سيزود أوروبا بكمية أكبر وبمقدار زيادة كبيرة عن الغاز التي كانت تستهلك طبعا نفس الوقت كان من الممكن أن يزيد من سطوة روسيا على أوروبا يزيد من استخدامها للغاز أو للطاقة كسلاح اليوم منظمة السلام الأخضر هذه المنظمة قامت بعمل رحلة استكشافية بسفينة كبيرة وكان بهذه الرحلة يعني من ضمن الرحلة علماء من جامعة كيل بألمانيا عندهم كاميرات درون تم إنزالها تحت الماء والتقطت صور جديدة لخط نوردستريم واحد بالمنطقة الحدودية الدنماركية السويدية البحرية طبعا الصور أو اللقطات التي التقطتها الكاميرات يتم دراستها من الخبراء وتبين أن كمية المتفجرات التي تم استخدامها للتفجير تحت سطح الماء كانت حوالي ربع طن تم إنزالها عند قاع البحر أو عند مسافة 80 متر تحت سطح البحر ومن المثير الاهتمام أنه كل الدول الأوروبية عملت لجان تحقيق ولا يوجد لجنة مشتركة حتى الآن ولا يوجد أيضا أي نتيجة تم الإعلان عليها من قبل أي دولة من الدول التي تحقق تخيلوا حتى أمريكا وبريطانيا وكل دولة أوروبية من ضمنها ألمانيا المتضررة الأكبر من هذا التخريب تحقق ولا يوجد نتيجة كأنما يعلمون ما هي النتيجة ولا يريدون مشاركتها مع الصحافة الموضوع الآخر أصدقائي وزير الطاق القطري سعد شريد الكعبي حصلت لمقابلة بعد ساعات من عقد صفقة بيع الغاز الطبيعي من قطر إلى ألمانيا وبالمقابلة الصحفية انتقد الكعبي تصريحات روبوت هابك اللي وزير الاقتصاد الألماني التي أدلى بها لبلد الأخبارية وقال هابك لبلد أن مونديال قطر لا يمكن تفسيره إلا بالفساد يعني كان يقصد أن المونديال حصلت عليه قطر بالفساد وبالرشاوي وزير الطاقة القطري بدأ أنه مراقب للأخبار الداخلية بألمانيا وقال إذا اتهمت أحد بالفساد فعليك إبراز الدليل وخلاف ذلك ستكون مسؤول قانونا عن اتهام أحد بشيء غير حقيقي الكعبي أيضا تكلم عن وزيرة الداخلية الألمانية ناسي فيزر التي حضرت مباراة ألمانيا مع اليابان وكانت مرتدية لشارة الكابتن ذات ألوان الطيف قال أنا عندما أزور دولة أخرى أحترم قوانينها وأحترم عادات وتقاليد شعبها ولكن السيدة ناسي فيزر لم تفعل هذه الأشياء هذا ما ينقله موقع فلت الإخباري الألماني وقال أيضا أن الوزير الألماني روبوت هابك لما زار قطر بشهر آذار مارس الماضي ما تطرق إلى هذه الأمور مثل الحرية الجنسية وحقوق الإنسان وما تدخل بأي من الأمور الأخرى وتكلم فقط عن الغاز وعن إمكانية استيراد الغاز الطبيعي لأن بالنهاية بخصوص أزمة الطاقة التي تحصل بألمانيا وأوروبا تم سؤال الكعبي عن السبب بعدم تصدير قطر الغاز المساء إلى ألمانيا بالماضي وتحديدا بفترة ما قبل الحرب قال الكعبي أن قطر حاولت أن تتعاون مع ألمانيا وتصدر الغاز لها ولكن ضغوط حماة البيئة وضغوط حزب الخضر كانت معارضة لاستيراد الغاز لأنهم كانوا يريدون طاقة نظيفة وطاقة متجددة ولكن بعد حرب أوكرانيا تحولت سياسة ألمانيا لمائة وثمانين درجة هذا هو ما نقله موقع فيلت الإخباري الموضوع الآخر أصدقائي تقريبا أغلب المشاهير على اليوتيوب والفيسبوك يصورون أوروبا على أنها جنة ويصورون تسوقهم وذهابهم للمطاعم وينشرون هذه الأشياء على مواقع التواصل الاجتماعي ولا يتحدثون عن الأمور الأخرى مثل الضرائب أو صعوبة تعليم اللغة أو صعوبة الحصول على المال بأوروبا وعن فرص العمل المحدودة وعن الأعمال الشاقة التي يعملونها وساعات العمل الطويلة هذا يدمر نفسية معارفهم ومن يراهم على السوشيال ميديا وأدي إلى أنه الكثير من الموهمين يجازفون بحياتهم بطرق مجدونة مثلا ثلاثة أشخاص من دولة نيجيريا الأفريقية راقبوا ناقلة نفط عملاقة تنقل النفط من نيجيريا إلى إسبانيا لما أتت إلى السواحل النيجيرية سبحوا بالبحر إليها حتى جلسوا على دفة الناقلة لمدة 11 يوم أبحرت هذه الناقلة من نيجيريا إلى إسبانيا ووصلوا إلى هدفهم اللي هو إسبانيا وكانوا كل المدة جالسين تخيلوا 11 يوم وهم ينامون وهم جالسين على دفة السفينة التي تستمر بالإبحار وكان طعامهم نافذ وشرابهم نافذ وأحيانا مياه البحر الباردة كانت تغطي نصف جسدهم بسبب الأمواج طبعا خفروا السواحل بإسبانيا انتبه عليهم وفور ملاحظتهم كانوا بلا حول وبلا قوة وتم إرسالهم إلى المشافي لأنهم كانوا يعانون من جفاف حاد بسبب نفاذ المياه عندهم وكان يعني تعرضوا إلى مجاعة كبيرة وبالنسبة إلى جزر الكناري الإسبانية فهي تعتبر مقبرة اللاجئين البحرية ولتوضيح الأمر لكم فأنه يعني نسبة كبيرة من متابعين العزاءهم يعني جاءوا عن طريق البحر إلى أوروبا وقطعوا عن طريق الجزر اليونانية فأغلب الجزر اليونانية تبعد عن تركيا مسافة 7 أو 10 كيلومتر يعني أغلب الجزر بعدها أقل بعدها أكثر وجزر الكناري تبعد 100 كيلومتر عن سواحل المغرب يعني عشرة أضعاف الجزر اليونانية عن تركيا المياه الفاصلة بين الكناري والمغرب هي مياه المحيط الأطلسي وهي مفتوحة أكثر وأمواجها عالية والمنظمات الإسبانية تقول هذا اليوم أنه بعام 2022 وصل إلى جزر الكناري 15 ألف لاجئ بالقوارب نعتقد أنه قد يكون نصفهم أو أكثر من نصفهم غرقوا بالبحر وهم يحاولون العبور ولا توجد أي إمكانية لعثور على جثث الغرقة كون المياه مفتوحة والأمواج عاتية الآن نتحول للموضوع الأخير هناك تقرير صادم من مفوض المخدرات بالحكومة الألمانية السيد بوكات بلينغت التقرير يبين أن عدد الوفيات بين الشباب اللي أعمارهم تحت 22 عام بألمانيا مرتفع بشكل كبير ويعني تحديدا ارتفع بالعام الأخير بمقدار الضعف عن الأعوام السابقة التقرير أجرته هيئة مكافحة المخدرات بألمانيا عن طريق جمع المعلومات طبيا من الضحايا من الشباب والمراهقين ومنهم تحت 22 عام وتبين من الدراسة أن بالفترة ما بين 2016 و2019 كانت هناك يعني بهذه السنين 55 حالة وفاة متعلقة بالمخدرات بعام 2020 كان هناك 78 حالة وفاة متعلقة بهذه الأمور لاحظوا 2020 زاد العدد بشكل كبير بـ 2021 كان هناك قفزة خطيرة بمقدار الضعف وعدد الحالات أي حالات الوفاة بتعاطى المخدرات عندهم تحت 22 عام 131 وعند الكبار بصورة عامة 1826 حالة وفاة وهي أيضا رقم كبير ومضاعف عن عام 2020 ولا عوام القبلها طبعا مفاوض المخدرات بالحكومة الألمانية قال أنه متفاجئ من تطور الأرقام والسبب بزيادة الوفيات لا يزال حتى الآن غير معلوم هل هو نوع يعني مادة معينة تصلهم أم هو إهمال أم هو غير ذلك من ناحية أخرى يقول التقرير أن التعاطي بين الشباب يزداد وهناك حالات وفيات بأعمار تقدر بين 10 إلى 14 عام بعضهم سببها حفلات التعاطي بأماكن مهجورة وذكر بالتقرير أنه بحالة من الحالات بالعام الماضي بمدينة كولن توفي شاب عمره 20 عام بملجأ مهجور يعني سبب الوفاة هو ليس فقط بسبب الجرعة الزائدة بل لأن الذين كانوا مشتركين بالحفلة كانوا جميعهم فاقدين وما استطاع أي أحد منهم أن يرجع لصوابه أو يعني يستعيد إدراكه ويتصل بالإسعاف بالنهاية يا أصدقائي يبدو أن الأمر وصل لمرحلة جدية للغاية تتطلب من الأهالي الانتباه على أولادهم والانتباه عليهم تحديدا من أصدقاء السوق رب يحمي الجميع تحياتي لكم مع السلام